10. أطعمة ومشروبات علاجية لها تأثير طبيعي في ترقق الدم إن استمرار الدورة الدموية بشكل صحي مهم جدا بالنسبة لنا لحماية أجسامنا من العديد من الأمراض إذا لم تتطور الدورة الدموية لدينا كما ينبغي يصبح من الممكن أن نواجه العديد من الأمراض وخاصة آلام الجسم تعتبر مشكلة تخثر الدم من أكثر العوامل التي تؤثر على الدورة الدموية هذا هو المكان الذي تلعب فيه الأطعمة الميعة للدم ومع ذلك حذار لأن هذا الموقف حيوي للغاية يجب ألا تبدأ في تناول أي طعام أو شراب بما في ذلك ميعات الدم التالية بنفسك دون استشارة طبيبك ملحوظة أولئك الذين يعتقدون أنهم يعانون من نقص الحديد وخاصة أولئك الذين يعانون من فقر الدم يجب عليهم أيضا إلقاء نظرة على مقالتنا لماذا يحدث نقص الحديد؟ كيف يحدث؟ ما هي الأطعمة التي ترقق الدم؟ ما هي الأطعمة التي تضعف الدم؟ ما هي الأطعمة التي ترقق الدم؟ الإجابات الشائعة عن الأسئلة التي قد تكون لديك حول الدورة الدموية مثل ثوم كركم زنجبيل قرفة فلفل حار ليمون زيت الزيتون أناناس عنب بعض أنواع شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر والتوت البري والبابونج وشاي القرنفل ثوم الثوم وهو من الأطعمة التي لا تنتهي بفوائده العديدة يجد مكانه بين أكثر الأطعمة الطبيعية فاعلية في قص الدم بفضل المركبات المحتوية على الكبريت في محتواه فإنه يخفف الدم ويمنع تخثر الدم قدر الإمكان وبهذه الطريقة يقال إنه يحمي الجسم من العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل كاركم الكركم من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم تقريباً من الرأس إلى أخمص القدمين بسبب مادة تسمى الألكركمين في محتواها عندما تظهر آثاره المضادة للالتهابات فإنه يريح الأوردة ويمنع الكوليسترول الضار ويساعد على ترقق الدم ويؤدي إلى ترقق الدم زنجبيل الزنجبيل هو أحد العناصر الغذائية التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات مما يؤثر إيجاباً على الدورة الدموية الزنجبيل الذي يمنع الكوليسترول السيء من تثبيط الأوردة ويوازن الكوليسترول ويدعم الدورة الدموية الصحية في الأوردة قرفة تعتبر القرفة من أكثر أنكهات التي لا غنى عنها للمطابخ برائحتها العطرية وهي من أكثر أنكهات المفضلة بسبب تأثيرها الميع للدم القرفة التي تمنع الالتهاب في الجسم وتدعم الشفاء السريع للالتهابات الموجودة هي في الواقع واحدة من أكثر المكونات الطبيعية مهارة في موازنة ضغط الدم نظراً لأنه يوازن ضغط الدم على الأوردة فإنه يساعد أيضاً على استمرار الدورة الدموية بطريقة صحية فلفل حار يعتبر الفلفل الأحمر الحار من الأطعمة التي تحمي الجسم من تجلط الدم حيث يحتوي على مادة تسمى الكابسيسين يوازن ضغط الدم والكوليسترول مع الحفاظ على صحة الأوردة بفضل هذه التأثيرات فإنه يدعم استمرار الدورة الدموية بطريقة صحية ليمون الليمون من الأطعمة الأولى المخففة للدم فهو يساعد على تنقية الدم وبالتالي إرخاء الأوردة عندما يتم تضمين آثاره الإيجابية على الكوليسترول وضغط الدم يمكن أن يمنع تجلط الدم زيت الزيتون يظهر زيت الزيتون الغني بلبوليفينول وهو من بين الزيوت الأكثر صحة هذا الموقف الصحي على عروقنا ويمنع تخثر الدم قدر الإمكان بينما يساعد على ترقق الدم أناناس على الرغم من أن الأناناس ليس فاكهة مفضلة بشكل متكرر في بلدنا إلا أنه في الواقع أحد الفواكه الصحية التي يجب تناولها بانتظام حتى بفضل الإنزيم المسمى بروميلين في محتواه لأن الأناناس يساهم في هذا الإنزيم في الجسم ويمنع تخثر الدم ويدعم ترقق الدم ويحافظ على صحة الدورة الدموية عنب يعتبر العنب من أشهر الفواكه التي لها تأثير إيجابي على الدورة الدموية يحمي العنب الذي يحتوي على عشرات الأصناف الجسم من العديد من الأمراض وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة الوفيرة بينما يساعد على تنظيف الأوردة كما يمنع الالتهابات على هذا النحو فإنه يريح الدورة الدموية ويمكن أن يكون بمثابة مع طبيعي للدم بعض شاي الأعشاب تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر والتوت البري والبابونج وشاي القرنفل أيضا على تطهير الجسم وذلك بفضل خصائصها القوية المضادة للأكسدة يساعد شاي الأعشاب الذي يظهر أيضا قوة التطهير على الأوردة في موازنة الكوليسترول وضغط الدم عند تناوله بانتظام وبالتالي الحفاظ على الدورة الدموية الصحية تحذير هام قلناه في البداية لكن دعونا لا ننهيها دون تذكير يجب أن تستهلك كل هذه الأطعمة والمشروبات باعتدال مهما كانت مفيدة ولا تراها أبدا كعلاج بمفردها لا تتصرف بدون استشارة طبيبك ولا تتناول أي طعام وشراب لا ينصح به طبيبك ولا تضيف المشروب إلى برنامج التغذية الخاص بك دعنا نقول هذه صحة لا يمكن إهمالها